مع فرنسا ويتبدو يعني كما نقول يوم تحت ويوم فوق وسفير لم يعود سفير جزائري لم يعود بعد إلى باريس أنت فخمت الرئيس لديك زيارة مبرمجة أيضا في شهر مايو قبل زيارتك إلى روسيا كيف تصف العلاقة اليوم مع باريس ما علاقة عادية لأن علاقتنا دائما فيها دبدبات فوق تحت فوق تحت معروف لأن نظرا بالماضي الأليم يعيشنا مع بعض عيشنا ميو ثلاثين سنة مع بعض كان فيها يعني الأمور سيئة جدا أودا كي رحنا شعب يخاف من التاريخ ويسجل سنحبسوا هنا قبل ما نروحوا أولا ما يش ذبذبات يا تبو يسموها تذبذبات لكن ميش ذبذبات الذبذبات شيء آخر مختلف تماما الآن على التذبذب أو التذبذبات ثانيا ما عشنا مع بعض يا تبو الشعب الجزائري والاستعمار والاستدمار الفرنسي ما عشنا مع بعض الإنسان يعيش مع زوجته مع بعض الإنسان راجل يعيش مع أولاده يعيش مع بعض في أسرة الأخ مع أخاوته واخوتاته مثلا في أسرة يعيشوا مع بعض حتى لو كانوا يكونوا متخاصمين ولا متفاهمين مش متفاهمين لكن عايشين مع بعض إحنا ما كناش شعب الجزائري ما كانش عايش مع فرنسا مع بعض يا تبو هذه واحدة من سقطاتك لأنك إنسان تافع فلا تعرف أن تتحدث ما كناش عايشين مع بعض كان هناك استدمار كان هناك استعمار كان هناك قتل كان هناك غزو كان هناك معتبريننا خماسة معتبريننا أشياء بائسة يقولوا علينا كلام بائس يهاجمونا بكلام بائس شعب الجزائري في الخالب ما يخلوش ولاده يقراه واللي يوصل حد معين يحبسوه والتفقير والتجويع فما عشناش مع بعض يا تبو لكنك رك تقول برك هاي مشكلة المشكلة جاب واحد كما انت تافه وسفيه يقول برك قال لك شعب جزائري يخاف من التاريخ خلينا نشوفوا هذه تعالى لاشي قال هذه يخاف من التاريخ احنا 133 سنة مع بعض حمشيها يعني الأمور سيئة جدا والذكر احنا شعبي خاف من التاريخ ويسجل شعبي خاف من التاريخ شعبي خاف من التاريخ نحن لا نخاف من التاريخ لماذا نخاف من التاريخ مرة أخرى يقول برك ما يعرف شوش يقول كالمفروض الكلمة هنا ان الشعب حساس للتاريخ موش يخاف من التاريخ ما بين يكون عندك حساسية أو إحساس إضافي وما بين يكون عندك خوف فيه فرق كبير شعب حساس للتاريخ لأنه يريد أن يعرف التاريخ الحقيقي وليس التاريخ المزور سواء اللي جاء بعد الاستقلال المنقوص أو اللي نشراته فرنسا أي من الاستعمار وما بعد الاستعمار فالشعب الجزائري ميخافش من التاريخ يا تبون شعب جزائري عنده إحساس إضافي وتحسس إضافي للتاريخ لأنه لا يريد أن يكون مزور طبعا التاريخ اللي زورته وأنت أحد المشاركين في تزوير التاريخ يكفي تزوير هالسنوات الأربع مثلا على سبيل المثال هل نسمعه ثاني وشي يقول تاريخنا ما تخلاش ألا ذاكرة أنت أنا سفير حتى لا يرجع لأننا في عنا جالية وعنا قريبا سيعود السفير لازم يقوم بيه إن شاء الله إن شاء الله مش مستبعد بالنسبة لإسبانيا السفير إذا يرجع 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 وعلى أهل لأننا عندنا القنص لازم يقوم بيه مش عارف شوى القنص لازم يقوم بيه وعنا جالية مما يدرك مرة أخرى أنه لا يفهم دور السفير السفير في فرنسا خاصة أين توجد قنصرية السفير ما عندوش علاقة مباشرة مع الجالية هناك علاقات غير مباشرة اللي يقوم بخدمات للجالية في البلد وين يتواجد جالية معينة هي القنصليات أو القسم القنصلي إذا ما كانش كاينة قنصرية في تلك البلاد مثلا أنا لما كنت في ليبيا لم تكن هناك قنصرية جزائرية الآن رأى فيها فكان هناك قسم قنصلي مفصول تقريبا لنحن العمل الدبلوماسي هناك عمل قنصلي إذن السفير يا تبون لراك تبرر عودته السفير الجزائري اللي زعم سحبوه من فرنسا وراك تبرر عودته بأن عنا جالية ولازم قدموا له خدمات هناك ما عندوش علاقة من جالية أولا لأن هناك حوالي عشرين قنصرية فيهم قنصرية عامة أيضا وثانيا لأن الصفارات مش هي اللي تقوم وتلهاب الأعمال تعالجالية إنما القنصليات مما يعني أنه لا يفرق ما بين دور السفير ودور القنصلي جهل على جهل على جهل ظلمات الجهل في هذا الشخص لذلك عندما أقول اليوم كنت نتكلم مع أحد الأفاضل قلت له والله ما يستاهل رئيس بلدية أقلي كمام كمام يستاهل رئيس بلدية وكاين بعض الناس رؤساء بلدية في مناطق معزولة والله أقدر منه وأنا أعرف ما أقول أقدر منه لأنه ما يقولوش أي كلام ما يعرفوش يحبسوه فهو هنا مش قادر يفرق ما بين العمل تع السفير والعمل تع السفارة عموما والقنصلي قال الكرة هو يراحل لهناك لأنه عندنا جالية هناك طيب لما جينا الأشقانة في المغرب قلت باللي أن العلاقات وصلت إلى نقطة لا عودة خلاص قطعت نهائيا إلى الأبد ما عندنا جالية هناك أو عندنا جالية هناك فرنسا اللي احتلتنا وعذبتنا وقتلت منا الملايين وأخرجتنا من التاريخ وأخرجتنا من الجغرافيا وأخرجتنا من كل شيء وجعلت أجيال كاملة تعيش في ظلام الجهل والأمية والفقر والأمراض وفعلت بنا الأفعيل ما عليش العلاقات مثل ذبذباو وهي كان دائما ذبذة طالعة فيها السعود وهبوط طبعا الصحفية تعاون فيه قتلوا السعود وهبوط تعاونوا وهذا ليس دور الصحفية والمفروض خاصة في الجزيرة المفروض أنه صحفية وهما موال فيه أنهم يقولوا للي يستضيفوه يقولوا له كلام يخالف وشي وشي يقوله والله على الأقل يتحداوه والله يقوله طبعا جايها باش تزيد تعاون فيه فقط وهذا 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 را كما هي والمفريضة هو الإنسان من هؤلاء اللي راحوا الأماكن أخرى واشتغلوا وشافوا العالم بطريقة أخرى والجزيرة الرأي والرأي الآخر وووووو لكن لما يعودوا يأتيوا يقولوا كما هذين الصحفيين متع الرونجيرس لا تفهم هل هي طبيعة أنهم بمجرد يعودوا لحكم العسكر يقولوا يمسحونهم في الرونجيرس أم أن القضية فيها علاقات أخرى وفيها أمور أخرى لا تفهم صراحة المهم إذن مع فرنسا فيها فقط ذبذبات كما قال والتي هي كلمتها ذبذبات في الحقيقة والسفير يرجع إيه يرجع؟ أرى هو راح يرجع لأنه علاش عندنا الجالية هناك و مع الناش جالية جزائرية في المغرب مع الناش أوصر نصها في المغرب ونصها في الجزائر مع الناش علاقات تاريخية متبادلة لألاف سنين حتى قبل الإسلام مع الناش وتصبح العلاقات مع الشقيق والجار لا تعود خلاص تهت لا عودة لا وساطة والعلاقات مع المستدمر المستعمر القاتل المجرم فقط فيها ذبذبات ومعليش سافر يعود قلنا لكم في الحقيقة أنا قلتها لكم عدة مرات أنت بالذات ونظام الحكم إجمالا لن يستمر بدون دعم الفرنسي لن يستمر بدون دعم الفرنسي ولذلك أنا أخصص له الآن حديث بعد قليل ما يجري في فرنسا والتهاء فرنسا بمشاكلها التي تتحول يوما بعد يوم إلى شغب وإلى انتفاضة شعبية ربما قد تذهب إلى ثورة شعبية في فرنسا في مصلحة شعب جزائري لأنكم فيما بعد لن تجدوا الدعم الفرنسي ربما رح يكونوا مشغولين بمشاكلهم وبالآن 90% من الجهد الفرنسي الرسمي متجه إلى الأزمة التي تتخبط فيها فرنسا التي قد تحولها إلى حرب أهلية بالمناسبة يعني لا يستبعد مش شرطها في هذه المرة لكن فرنسا في اعتقادي على بعد سنوات ذهب إلى حرب أهلية بدون فرنسا لن يستمر العصابات اللي عندنا لا كابرانة فرنسا اللي يجعوا في 92 ولا كابرانة الكابرانات اللي يجعوا بعدهم لن تستمروا ولذلك عودة السفير وعودة العلاقات بلا إرادتكم وما عندكمش خيار رغم كل ما فعلته في فرنسا رغم حتى ما قالوا ماكرون قبل سنة فقط سنة ونص يوم 2 أكتوبر خرج في لومون 2 أكتوبر 2021 هاجمكم هجوم هاجم الجزائر كبلد وكأمة وهاجمكم أنتم كنظام وقال أن هناك نظام سياسي عسكري تبون عالق فيه وهجوم عنيف بعد ما شاف بالليج معتشينغريحة والجناح الروسي رغم دمو في فاغنر في مالي فشن عليكم هجوم عنيف للأسف لستم إلا عملاء ووكلاء للاستعمار وبدون فرنسا والله لن يستمر هذه العصابات بدون الدعم الخارجي اللي تترأس فرنسا وتضغط فرنسا أنا قلتها من قبل أنا هنا جيت في 1995 سنتين باش خطيت اللجوء وأنا ديبلوماسي ولما تكلمت مع الانبي مع عضو البرلمان جاء برلمان جديد فرح تقتله كيف مش طبيعي جاءوا في ماي 1997 قلت له وراني هنا منذ ما يقارب 20 شهر ليس طبيعي أني وأنا أعرف أن هناك ديبلوماسيين جاءوا من إفريقيا ومن آسيا لاجئي طلبوا اللجوء أخذوه في ثلث يام ولا في أسبوع هو قال هالي قال لي أخذه في ثلث يام ولا في أسبوع قلت له أعرف ذلك فلما رجع وكلمني بعد حوالي شهر وقال لي عن قريب سيأتيك اللجوء وقال لي عن قريب سيأتيك اللجوء موافق يعني أوراق يعني قال لي فرانسا عطلت وضغطت على الحكومة السابقة باش ما يعطوكش اللجوء تخيلوا حكومة فرنسية تتدخل في قضية شخص ونعرف أن أصرات في عدة قضاء يعني في بلد آخر واش يذور فرنسا أنا عندما عارض أنا دبلوماسي جزائري السابق وعارض العصابات اللي استولت على البلاد لا لا بالنسبة ليهم هذيك استنشاس قاردي أن اسباس فيتال لازم يبقى دائما تحت فرنسا والدليل آخر الأشياء آخر الأشياء وليل الألمان نزعج منها بشدة وقضية الطاقة الشمسية قاتلهم فرنسا نيت ما فيش طاقة شمسية في الجزائر مع أن الطاقة الشمسية في الجزائر تحل مشاكل الطاقة للجزائر وليوروبا وليجيات أخرى ونبيعوها كثير من البترول يعني مدخيلنا لو كان بيعوا الطاقة الشمسية في 200 ألف كمربع فقط يعني أقل من 10% مساحة الجزائر مدخيلها لا تقل عن عشرات المليارات من الدولارات مما يجاوز ويسر يدخل اليوم من البترول والغاز على سبيل المثال على كلين هذا هو بالنسبة للأشقاء والجيران قلقات مقطعة ولا فيها لا عودة وبالنسبة لفرنسا ما عليش مذبذبة فقط طول أمور تعود إلى آخرها